بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني تفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الخبير طلابي أحبائي طلاب الأستاذ أحمد رياض غوادره زادكم الله علما وفهما وحفظا وبوأكم أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة عدنا إليكم من جديد في عامنا الجديد في لقاء جديد من لقاءات الدورة التأسيسية لمادة اللغة العربية في اللقاءين السابقين أخذنا الحصة الأولى والحصة الثانية غطينا فيهم الجزء الأول من الجملة الفعلية وهو الفعل وأخذنا الفعل بأقسام الثلاث الماضي والمضارع والأمر وعرفنا كيف نعرب الفعل الماضي كيف نعرب الفعل الأمر وكيف نعرب الفعل المضارع اليوم إن شاء الله ننتقل للقسم الثاني من أقسام الجملة الفعلية وهو الفعل ما هو الفعل؟ كيف يعرب؟ وكيف يمكن أن نعرف علامات إعراضه؟ نبدأ أحبائي مع الفاعل الأول شيء بدنا نعرف عن الفاعل أنه اسم يدل على من قام بالحدث لاحظوا من؟ لأنه عادة أنا أسأل عن الفاعل بمن؟ لما أقول جاء محمد من؟ جاء محمد وحكمه الرفع يعني مجرد ما قلت فاعل لازم تقول مرفوع انسى أي شيء ثاني مع الفاعل مجرد ما قلت فاعل لتقول فاعل مرفوع طيب شو علامات رفعه؟ أول علامة من علامات الرفع الضمة أو تنوين الضم شوفوا عند الجملة هون جاء الطالب الآن جاء هي الفعل من الذي جاء؟ الطالب فهو فاعل فأخذ الضم لأنه حكم الرفع جاء طالب جاء الفعل من الذي جاء؟ طالب إذن هو الفاعل حكمه الرفع جاء محمد طيب أستاذ متى أحض ضمه؟ متى أحض تنوين ضم؟ الأصل أنك تحض ضمه إلا إذا كان الإسم النكرة غير المضاف أو العلم المذكر غير الممنوع من الصرف هذا بيأخذ التنوين أستاذ شو يعني إسم نكرة؟ يعني ما معهوش قال للتعريف زي طالب زي محمد هون اللي هو علم مذكر غير ممنوع من الصرف طبعا هاي جزئية غير ممنوع من الصرف هاي خليها لوقتها وين بتيجي في المنهاج بنبهك عليها لأنه جزئيات الممنوع من الصرف جزئيات بسيطة جدا رح تمر معاك خلال الثانوية العامة أما الآن عندي هون أنا جاء الفعل الطالب فاعل وطالب فاعل ومحمد فاعل ففي الإعراب سنقول فاعل مرفوع دائما مرفوع طب ما علامة رفعه الضمة أو تنوين الضم ولو قلت الضمة في الحالتين جوابك صحيح 100% طيب علامة الرفع الثانية الضمة المقدرة أني أقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة متى؟ إذا كان معتل الآخر يعني آخر حرف عل شوفوا الآن المثال لأمامك يدرس موسى هسا يدرس فعل مضالع من الذي يقوم بالدراسة؟ من الذي يدرس؟ موسى إذن موسى فاعل والفاعل دائما مرفوع طب ما علامة رفعه الضمة المقدرة كيف علفنا؟ إنه معتل آخر بالألف منع من ظهورها التعذر وإحنا قلنا التعذر دائما مع الألف دائما التعذر مع الألف معنى التعذر عدم القدرة على نطق الحركة يعني أنا ما بقدر أنطق على الألف لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة يدرس شادي برضو اتفقنا إنه يدرس هي الفعل المضالع الذي يقوم بالدراسة هو شادي فهو فاعل مرفوع طب علامة رفعه الضمة المقدرة ليش؟ لأنه معتل الآخر طيب ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل وإحنا قلنا إنه الثقل هذا بيكون مع الواو والياء إذا نذكروا التعذر مع الألف والثقل مع الواو والياء الآن علامة الرفع الجديدة للفاعل هي الألف إذا كان مثنى مثنى يعني دل على ثنين إحنا بنقول نجح طالب نجح الطالب طب إذا بدأ عبر إنه ثنين من الطلاب نجحوا أقول نجح الطالبان نجح فعل ماضي مبني على الفتح الذي قام في النجاح هم الطالبان طيب كويس فاعل مرفوع طيب ما علامة رفعه؟ بدي أقول الألف ليش؟ لأن الطالبان مثنى هاي لأنه مثنى إذن إذا جاء الفاعل مثنى بتكون علامة رفعه الألف طيب أيضا من علامات رفع الفاعل الواو متى؟ إذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة وهاي الأسماء الخمسة اللي بدنا نحفظهم رح يتكرروا معاك في المنهاج الأسماء الخمسة يعني وارد جدا أنه يكون إعراب مطلوب منك ويكون أسماء خمسة أب أخ حم فو ذو الأب نعرفه أخ نعرف طيب حم هو أب الزوج للزوجة وأب الزوجة للزوج أو الأم يعني مثلا والدك بيقول حماتي والدتك بيقول حماتي وحماي اللي هم جدك وجدتك من جهة والدك وجهة والدتك هذول بنسموه الحم حم الفو معناها الفم وذو كلمة بمعنى صاحب ذو خلق أي صاحب خلق طيب جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم اللي بيكون مفرد من ضيف لواء ونون أو يأنون معلم معلمون معلمين مسلم مسلمون مسلمين وهكذا فإذا كان الفاعل جمع مذكر سالم أو واحد من هاي الأسماء الخمسة لازم تكون علامة رفع الواو حضر المعلمون باكرا هسا حضر هي الفعل الذي قام بالحضور هم المعلمون ففاعل مرفوع طيب ما علامة رفعه الواو السبب لأنه جمع مذكر سالم إذن نذكر إنه الواو مرتبط بمين بجمع المذكر السالم حضر المعلمون انتصر المسلمون في غزوة بدر انتصر المسلمون فعل فاعل مرفوع علامة رفعه الواو غادر أبو محمد هسا عندي غادرة هي الفعل الماضي من الذي غادر هو الأب إذن أبو فراح أقول فاعل مرفوع دائما طيب ما علامة رفعه الواو السبب لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف الأسماء الخمسة تلزم الإضافة غالبا غالبا ما تلزم الإضافة فعندي إذن نذكر إن الواو مرتبط بمين مرتبط بالأسماء الخمسة إذن عندي الواو مع جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة بتقول جاء ذو الخلقي جاء حمو محمد جاء أخو محمد فلاحظوا كل هاي الأشياء أسماء خمسة إذا جاءت فاعل مرفوعة علامة الرفع الواو الآن بعد ما انتهينا من صور أو علامات رفع الفاعل اعرفنا أنه الفاعل أول شيء دائما مرفوع يسأل عنه بمن طبع علامات رفعه ضمه تنوين ضم ظاهر ضمه مقدرة ألف مع المثنى واو مع جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة الآن نأتي إلى صور أو أنواع الفاعل كيف ممكن يجي الفاعل؟ هل يأتي على صورة واحدة وإلى له أكثر من صورة؟ له صور متعددة بهمني منها تعرفوا أول صورة الاسم الظاهر أن يكون الفاعل اسم ظاهر أستاذ شو يعني اسم ظاهر؟ يعني أسماء الأشخاص والأشياء يعني أحمد اسم ظاهر قلم كمان اسم ظاهر ما بهمني عاقل أو غير عاقل المهم أنه اسم لشيء عاقل أو غير عاقل جماد أو حيوان طيب نزل المطر أنا عندي نزل هي الفعل زي ما هو عندي جاء كمان هي الفعل طيب شو لنزل؟ ما الذي نزل المطر؟ فالمطر فاعل جاء الرجل من جاء الرجل فالرجل فاعل طيب ما نوعه؟ ما الصورة التي جاء عليه؟ أسمي اسم ظاهر طيب كيف رأى أعربه هنا أستاذ؟ عادي بتعربه عراف عادي بتقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه إما الضمة أو تنوين الضم طيب أستاذ لو كان مثنى عادي يعني لو قلت جاء الرجلاني اسم ظاهر جاء الرجال اسم ظاهر المهم أن يكون اسم شيء سواء عاقل أو غير عاقل سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع يسمى فاعل اسم ظاهر قد يأتي الفاعل من أسماء الإشارة مثل هذا هذه هؤلاء ذلك تلك ذاك أولئك طيب مثل جاء هذا مسرعا أنا بقدر أقول جاء محمد مسرعا وبقدر أقول جاء هذا مسرعا طيب جاء الفعل الماضي اللي قام بالمجيء هو الشخص الذي أشرت إليه يعني أنا شفت واحد جاي فأشرت عليه بقول جاء هذا إذن هذا هذا هي الفاعل وهذا من أسماء الإشارة الآن بدنا نعرف أنه أسماء الإشارة إذا جاءت فاعل لا يقال عنها فاعل مباشرة طيب كيف يا أستاذ بتقول الآتي اسم إشارة مبني في محل هاي الجزء في الإعراب مع أسماء الإشارة ثابت يعني أي اسم إشارة أردت أن تعرفه في الجملة طوالي بتقول اسم إشارة مبني في محل بعدين تشوف شو المحل الإعرابي هون جاءت فاعل بقول في محل رفع فاعل طب لو قلت جاءت هذه جاء هؤلاء جاء ذاك جاءت تلك جاء ذلك جاء أولئك كله رح يأخذ نفس الإعراب اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل ولازم نحفظ أسماء الإشارة لازم لازم تحفظ أسماء الإشارة ليش لأنه هاي أسماء الإشارة هتكرر معك في المنهاج بدك تعرف أنه شو هي أسماء الإشارة حتى تقدر تتعامل معها اللي حافظهم أموره تمام أيضاً قد يكون الفاعل من الأسماء الموصولة الأسماء الأسماء الموصولة منها الذي التي الذين اللات اللاء اللوات من ما هذه هذه من نسميها أسماء موصولة موصولة جاء إشارة طب كيف كيف يا أستاذ زي ما حكينا مع اسم الإشارة بدقول أول شيء اسم موصول مبني في محل هذا الجزء من إعراب الإسم الموصول ثابت يعني أي اسم موصول طلب منك إعرابه تكتب اسم موصول مبني في محل ما محله الإعرابي في محل رفع فاعل لأنه وقع عليه المجي بالنهاية كله بقول اسم موصول مبني في محل رفع فاعل الصورة الرابعة من صور الفاعل أن يكون ضمير متصل مع الفعل إحنا قلنا في البداية للحصة الأولى أن الضمائر حرف أو حرفين أو ثلاث يسد مكان اسم بدل ما أقول مثلا كتب أحمد بقول كتبت فهاي تدل علي فنسميها ضمير طيب طيب شو الضمائر المتصلة مع الفعل وتأتي دائما في محل رفع فعل الآن في عندي ضمائر هذا لحفظ بتريحك خلص شفت هذا الضمير متصل مع فعل راح تعرف أنه هذا الضمير يجب أن يكون فاعل ما له إعراب آخر إذن هاي ضمائر في عندي مجموعة من الضمائر زائد فعل إذن فعل زائد الضمير بيكون الضمير هذا دائما في محل رفع فاعل طيب شو هاي الضمائر أول ضمير هو تاء الفاعل المتحركة اللي بتأخذ حركة يعني اللي هي تاء للمخاطب ت للمتكلم ت للمخاطبة تم مخاطبان تم مخاطبون تن مخاطبات أي واحد من هذه الضمائر التاءات اللي هي التاء المتحركة اتصلت مع الفعل ولا تتصل إلا مع الفعل الماضي مباشرة اعرف إنها جاءت فعل طيب ممكن يكون لها إعراب آخر يا أستاذ مستحيل هذا هو الإعراب الوحيد درست بجد لحظوا عندي درس هاي الفعل الماضي الت هاي الضمير وهذا حكينا إذن اذكر هاي درس زائد الت هاي عندي هون الفعل وهاي عندي هون الضمير إذن هاي كلمتين الفعل اتصل بطاء المتحركة فمباشرة اقول تاء المتكلم ضمير متصل مبني في محل رفع فعل وهذا الجزء من إعراب الضمائر المتصلة كمان ثابت ضمير متصل مبني في محل طيب لو قلت درست 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 ما درستم درستن لن يختلف شيء ضمير متصل مبني في محل رفع فعل الضمير الثاني هو ألف الاثنين ألف لأنه يرسم ألف طيب الاثنين لأنه يدل على أنه اللي قام بالفعل شخصيا يا صديقايا أدرسا بجد أدرس هي الفعل الماضي أو آسف فعل أمر اشطوا هم الماضي وحطوا فعل أمر أدرسا طيب أدرسا اتصل معها الألف هاي هاي الألف هي اللي بسميها أنا ألف الاثنين لأنه الشخص الواحد بقوله أدرس طيب الاثنين أدرسا يدرسان درسا أما درس يدرس هذا مفرد إذن ألف الاثنين إذا اتصلت مع فعل مباشرة بقول ضمير متصل مبني في محل هاي ثابته بعدين شو قلنا رفع فعل إذن اذكر أنه ألف الاثنين إذا اتصلت مع فعل ماضي أو مضارع أو أمر ليس لها إلا إعراب واحد شو هذا الإعراب ضمير متصل مبني في محل رفع فعل طيب إلى يا المخاطبة اللي هي نخاطب فيها الفتاة البنت الأنثى يا فاطمة أدرسي بجد هذه اليا هي يا المخاطبة أدرسي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه مية الأفعال الخمس وهذا اللي أخذنا في إعراب فعل أمر طيب يا المخاطبة وبعدها ألف هذه الألف مش ضمير هاي من سميها ألف فارقة شو يعني يا أستاذ ألف فارقة يعني بتميز الواو اللي بتيجي ضمير من الواو الأصلية يعني أقول أرجو 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 أتكلم عن نفسي فهذه الواو أصلية لأنها من رجاء يرجو إذن يرجو هذا فعل مضارع والواو واو أصلية فما بحط لها اللي هو ألف أما إذا قلت مثلا زي درسوا كتبوا قرأوا تمام لم يدرسوا لم يقرأوا هذه الواو يوضع بعدها ألف حتى نميز إنه ضمير وليست حرف أصلي طيب درسوا فعل ماضي كويس اللي قاموا بالدراسة مين أشرنا إلى الجماعة اللي هو الواو الآن الفعل اتصل فيه ضمير اللي هو الواو فبقول واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فعل طيب أستاذ واو الجماعة مع الفعل إله إعراب ثاني أبدا واو الجماعة مع الفعل لا تعرب إلا ضمير متصل مبني في محل رفع فعل نون النسوة تدل على مجموعة النساء الطالبات درسنا هذه النون هي نون النسوة بجد درسنا أكلنا شربنا ذهبنا يدرسنا أدرسنا إلى آخره درسنا فعل ماضي طيب نون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فعل إذن صار عندي الآن خمس ضمائر هذه الخمس ضمائر إذا بدك تظل ذكرها التي تأتي مع الفعل دائما وتكون في محل رفع فعل نجمعها في كلمة تايوان تجمع الضمائر المتصلة مع الفعل وتأتي في محل رفع فعل في كلمة تايوان طيب التاء شو بتذكرني؟ التاء بتذكرني بالتاء المتحركة طيب الألف الألف في ألف الاثنين الياء يا المخاطبة الواو واو الجماعة النون نون النسوة وهذول كلهم بيأخذوا إعراب واحد هاي برجع بذكرك فيه ما فيه غير هذا الإعراب ضمير متصل مبني في محل رفع فعل إذا نتذكر هذه الضمائر خلاص ما تحيرك أنا بعرف إنه جماعة تايوان تاء متحركة ألف اثنين واو جماعة يا مخاطبة نون نسوة إذا اتصلت مع فعل ماض أو مضارع أو أمر تعرب ضمير متصل مبني في محل رفع فعل طيب نأتي الآن إلى الصورة الأخيرة من صور الفاعل طبعا فيه صور تانية بس أنا قاعد معطيك الصور اللي تتردد في المنهاج كثيرا الضمير المستتر ويقدر حسب المعنى ضمير مستتر يعني أن الفاعل غير مذكور لفظا ولكنه مفهوم عقلا ومعنا يعني مثلا الآن أقول أشرح لكم الدرسة مين اللي بيشرح؟ أنا صح أنا ما قلت أنا ما قلت أشرح أنا لكم الدرسة لكن مجرد قولي أشرح لكم الدرسة أنا عارف إنه المقصود بالشرح أنا وإنتو عارفين إنه المقصود أو من يقوم بالشرح هو الشخص اللي قاعد بتكلم اللي هو المعلم اللي يواقف أمامك فالآن هنا أنا لم ألفظ كلمة أنا ولم ألفظ كلمة مثلا المعلم أو أحمد لكن عدم لفظها لأنها مفهومة من سياق الكلام انت بعقلك فاهم أن المقصود بأشرح اللي هو الفعل هذا الفعل المضارع المقصود أن الفاعل اللي قام فيه الشخص الذي يتكلم أمامي فعشان هيك بصير الفاعل ضمير مستتر إذن الاستتار معناه عدم النطق باللفظ ولكنه مفهوم بالعقل والمعنى طبعا كيف يقدر؟ يقدر حسب معنى الجملة لأن ما يقول أدرس أو أشرح لكم الدرسة مستحيل يقول أشرح أنت أو أشرح هي أو أشرح هم أشرح أنا المناسب لهذا الفعل أن يكون ضميره أنا لأن المتكلم هو شخص واحد طيب شوفوا الآن هون أدرس بجد أدرس فعل مضارع والفعل المضارع هون جاء مرفوع زي ما أخذنا في شرح الفعل المضارع لم يسبق لا بناصب ولا بجازم وعلامة رفعه الضمة طب أين الفاعل؟ الفاعل مش مذكور لكن واضح أنه أنا بتكلم عن نفسي أدرسو الشخص الذي يتكلم إن صار عندي والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا وعلى ثكرة إذا بدأ الفعل المضارع بالهمز وكان الفاعل ضمير مستتر يكون دائما أنا أدرس أنا أكتب أنا أقرأ أنا أخرج أنا أتعلم أنا أصلي أنا وهكذا شو الفعل الثاني؟ احرص على دراستك تخيل نفسك أنت المتكلم وبتحكي مع صديق إلك بتقوله احرص على دراستك احرص فعل أمر من الذي سيحرص؟ بتقوله أستاذ صديقي اللي أنا قاعد بحكي معاه احرص طيب لو بدك تحض ضمير يعبر عن صديقك بتقوله احرص أنا احرص هو لا أستاذ بدأقوله احرص أنت إذا لاحظوا فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ودائما فعل الأمر إذا كان للمفرد المذكر دائما ضميره المستتر تقديره أنت احرص أنت اكتب أنت صلي أنت استمع أنت لخص أنت إلى آخره فاطمة تدرس جيدا الله يتدرس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم لم يسبق لا بناصب ولا جاز مين لتدرس؟ بيجي واحد بيقول طب أستاذ لم يقول فاطمة الفاعل بدي تأخذ عندك شيء قاعد ثابت في اللغة العربية الفاعل لا يتقدم على الفعل الفاعل لا يتقدم على الفعل أبدا يا أستاذ؟ أبدا طيب أستاذ طب هاي مهي فاطمة هي اللي بتدرس مهي هي تقدمت على الفعل مهي بطلت فاعل فاطمة هون أصبح إعرابها مبتدأ لأنه ما في عندنا في اللغة العربية فاعل ثم فعل مستحيل لأنه أنا ابتدأت الكلام بفاطمة قلت فاطمة تو إذن هي مبتدأ إذن تدرس الآن فعل يحتاج إلى فاعل كوني أنا بدأت الكلام بفاطمة واعتبرتها مبتدأ والآن بدي فاعل ما في داعي أكرر كلمة فاطمة ما في داعي أقول فاطمة تدرس فاطمة بجد ما هو السامع فاهم إنه المقصود هي فاطمة دون تكرار هذا اللفظ فماجه بقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هي إذن اذكر أن الفاعل لا يتقدم عن الفعل طيب إذا من حيث معنى والفهم أنا هيك فهمت إنه في فاعل مذكور قبل الفعل هذا لا يكون فاعل الآن بدي يكون إعرابه شيء آخر ندرس بجد لننجح ولازم ندرس بجد حتى ننجح ندرس هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب وين فاعله؟ طيب لما نقول ندرس ندرس أنا ندرس هو ندرس هي أستاذ ندرس مجموعة إذن ندرس نحن والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن وكل فعل المضارع بدأ بالنون وفاعله ضمير مستتر دائما يكون الضمير المستتر تقديره نحن ندرس نحن نحفظ نحن نصلي نحن نلعب نحن نأكل نحن وقس عليها ما شئت شوف المثال اللي بعده محمد يدرس جيدا طيب يدرس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب مين الفاعل؟ محمد؟ لا إحنا أستاذ اتفقنا إنه لتقدم بطل فاعل شو صار؟ صار عندي مبتدأ آه بس هو من حيث المعنى أنا فاهم أنه محمد هو الذي يدرس كويس لإنك هيك فاهم فما ذكرنا لفظ محمد مرة ثانية بصير التركيب ركيك محمد يدرس محمد بجد هذا تركيب ضعيف وركيك فلذلك خلينا الفاعل ضمير مستتر ريحنا المتكلم من تكرار الألفاظ التي يفهمها السامع ولا حاجة لذكرها فأجينا قلنا والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وكل فعل مضارع بدأ بالياء فاعله ضمير مستتر بيكون دائما الفاعل ضمير مستتر تقديره هو هيك يا عزائي من كون انتهينا من القسم الثاني من أقسام الجملة الفعلية أخذنا القسم الأول الفعل والقسم الثاني هو الفاعل في لقاءنا القادم إن شاء الله تعالى سننهي معكم القسم الثالث من أقسام الجملة الفعلية وهو المفعول به لكن بدي منكو انكو تراجعوا هذا القسم جيدا أسماء الإشارة تحفظ الضمائر المتصلة التي في محر رفع فاعل تحفظ أسماء الإشارة تحفظ علامات رفع الفاعل وربط كل علامة متى تأتي هذه المعلومات هي الأرضية الصلبة التي تقف عليها بصير موضوعك باللغة العربية إن شاء الله بإذن الله سهل جدا هذه هي مفاتيح اللغة العربية التي تسهل عليك باقي الدرس إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى نلقاكم بإذن الله تعالى نكون مقدر أقولكم الله يعطيكم العافية والله يعطيني العافية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم بود أحبائي اشتركوا في القناة